السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير معكم سومة والنهار ده معنا فيديو جديد والنهار ده اه هعرض معاكم كده شوية مشتريات اه للملابس الشتوي طبعا زي ما انتم اه قلتلكوا قبل كده اه اني اه اشتريت بقى الملابس الشتوي والفيديو اللي فات خدتوكم معايا جولة اه في شارح كرداسة وقلتلكوا بقى هوريكم المشتريات كلها الفيديو الجاي سواء بقى بتاعتي سواء بتاعة الاطفال اللي انا ما اشتريتهاش من هناك خالص اه بس هعرضها معاكم هقول لكم جبتها منين وبالاسعار وكل حاجة الحاجات دي من اماكن متفرقة مش من مكان واحد اول حاجة كده انا جبت الحاجات دي من دجة اه الفرع بتاعها اللي انا جبته اللي هي محلات دجة اللي هي فروف كتير جدا طبعا بس انا جبت من الفرع اللي هو في الحصري اه في ستة اكتوبر في الحصري بصتوا بقى جبت منه اه طاقم الطاقم ده لمحمد عايز اقول لكم الطاقم ده لونه وشكله طاحفة جدا هو عليه كده اه الارقام دي كأنها يعني اه اللي هي بتاعة دي بتاعة التليفون اه بتاعة التليفون لوحة مفاتيح تليفون يعني بس شكلها حلوة قوي قوي بصوا كمان البنطلون مكتوب عليه اه الارقام بقى بالانجلش وشكله خطير جدا اه حبيته قوي وحبيت شكله انا وبابا اول ما شفناه قلنا لأ دا يعني دا متفصل بالضبط على محمد يعني عايز اقول لكم خامته حلوة جدا تقيل اه ليه من جوه كده من الطبقة بتاعته من جوه فيها وابرة طبعا تقفيله حلو قوي اه ليه جبان كده من تحت كده اه في اه استك كده اه بصوا الوابرة اللي جوه عالية جدا طبعا ليه حزام لافف حوالينا الوزد اه شكله حلو وكيوت وعجبنا جدا بصوا بقى يعني اه عايز اواريكو كمان السعر بتاعه مكتوب طبعا على التيكت اهو اه المقاس دا مقاس تنتين طبعا عايز اقول لكم ان محمد عنده تلات سنين بس هو سفيف كده في نفسه رفيع فيلبس مقاس تنتين بيجي مظبوط عليه جدا لكن مقاس تلات سنين دا بيجي كبير قوي ومحتاج بقى تعديلات وحاجات كده اهو حتى زي ما انتم شايفين رقم اتنين اهو سعر الترينج دا اه مية خمسة ستين جنيه اه بس قماشته حلوة وتقيل كده وماشاء الله يستحمل مع الشتة بس للاسف بقى هو هيجي على على مقاسه بالمظبوط يعني ممكن بقى استنى اللي جاية اه يتلبس يا ما تلبستش علشان خاطر بقى ايه طبعا الاطفال بتجبر وكده اه وهو كده كده اصلا على على مقاسه بالمظبوط يعني اه بصوا كمان جبنا الترينج دوت يعني شكله لطيف قوي واللون الاصفر عايز اقول لكم الالوان دي بتليقى على محمد اوي اه بصوا كمان عجبني شكله اللي هو فيه كده حاجات كده اه منقطة كده وفيه كده البنطلون فيه من اللون الاصفر يعني هو العكس يعني البنطلون فيه من اللون الاصفر والترينج من فوق اه فيه من اللون الرمادي اللي هو لون البنطلون الاساسي يعني اه بس الشكله حلو جدا برضو ليجي بين كده وعايز اقول لكم ان الولادي بيحبوا الجيوب اوي اوي كمان الوسط بتاعه كده قستك ما فيهوش حزمة ولا حاجة ومن تحت كده التقفيزة بتاعت الرجل يعني اللي تحت دي برضو قاستك مريح جدا وشكله حلوة قوي شكله قيم كمان كمان فيه وبرة من جوة حلوة جدا جدا وعايز اقول لكم بقى ان على قد يعني بسطته على قد الشيكته ما فيهوش حاجة من الضارة ما فيهوش جيوب ما فيهوش شغل كتير وانتوا عارفين اللي الشغل او الحاجات دي بتعجبني جدا اللي هي ما فيهاش بهرجة كتير وفي نفس الوقت بسيطة كده وسيمبل وجميلة وده كده الطاقم بتاع ايسل عايز اقول لكم بقى انا بجيب لهم كمالات يعني هم عندهم الملابس بتاعتهم بتاعت الشتة اللي فات بس انا بكمل على اللي عندهم اللي صغر بخلاص بستغنى عنه واللي فاضل للغاية الشتة الجاي مثلا اكمل عليه طاقم او اتنين على حسب ما هم محتاجين كل مثلا موسم كل صيف كل شتة فزي ما انتوا شايفين الطاقم ده حلو قوي زي ما انتوا شايفين يعني الشاكة الشاكة يعني بناتي اي كده انا يعني اللبس البناتي بيعجبني قوي بحبه جدا انتوا عارفين بقى البنات بتميل لبعضها شوية بستوا بقى عليه كده نجمة كده على الرجل وعلى نفس النجمة كبيرة كده على الترينج من فوق وفيه سستتين كده من الجنب وكلمة انجليش كده وهي بتلمع يعني شكلها حلو جدا عايز اقول لكم ان انا نسيت اصلا اوريكم الاسعار اصلا بتاعتهم هما الاتنين بس هوريها لكم دلوقتي جبت كده البنطلون الجنسي ده المحمد برضو تكملة للي عنده بس الاولى واريكم الاسعار بصوا الترينج الاصفر ده برضو كان من محل دجة كان بسعره 185 غالي شوية بس على قد الشاكته بصراحة يعني خامته حلوة قوي وشاكته يعني ما اقولكوش شكله حلو جدا التقمة بتاع ايسل ده بقى على قد برضو ما هو يعني شك جدا جدا في اللبس على فكرة يعني ينفع خروج جدا ب 175 جنيه يعني ينفع التقمة ده انا بالنسبة لي ممكن اخرجها بيه عادي جدا مش هيبقى يعني لقعدة البيت بس بصوا كمان جبت البنطلون الجنسي ده لمحمد ب125 جنيه اهو السعر اه عايز اقولكو ما فيهوش اي تفاصيل كتيرة هو بنطلون جنسي عادي بالشكل اللي انتو عارفينه دوت اه بس يعني شكله لطيف كده وبتليق كده البنطيل الجنسي في محمد يعني لانه سفروت كده ورفيع زي ما اتفقنا دي كده اول شنطة خلصناها كده من ضجة الشنطة التانية برضو اه لبس برضو للولاد عايز اقولكو دي الفاتورة اهي وقعت يعني من الشنطة الشنطة دي ملاقاش علاقة بدجة خالص هوريها لكم برضو فيها اي دلوقتي بصوا كمان لقيت عندهم عاملين عروض على البنطيل القطيفة سواء بناتي او ولادي لأي مقاسات ب55 جنيه الواحد فلقيت بقى يعني بصوا ده شيء شيء جدا لأيسل يعني عجبني لونه عجبني النجوم اللي عليه كده وطبعا لونه حلو قوي فروحت جايبة بقى واحد لأيسل برضو هي محتاجة واحد وجبت لمحمد اتنين لان محمد كانت البنطيل الجنس او الجبردين او القطيفة او الشموية ديت البنطلون ده شموية عايز اقولكو حلو جدا يعني فقلت هو بما انه ما عندوش حاجات بنطيل كتير لان اللي عنده صغر بتعيشتها اللي فات صغر فقلت بقى اجيب له اتنين مع البنطلون الجنس وعايز اقولكو جبت له كمان بنطلون تاني اهو جبت اللون اللي هو مش سكري عارفين انتو لون كافية كده وجبت له الرمادي وجبت كمان البنطلون ده بس البنطلون ده اغلى البنطلون ده عايز اقولكو تقيل تقل السنين يلبس تلا السنين اهو وليجبين وعايز اقولكو اللي من جوه طبقة فرو ومن برة طبقة تانية خالص وتقيلة برضو الطبقتين تقل جدا فقلت بقى محمد اوقات كده لما بيجي الشتاء بيسقع قوي قوي لانه زي ما قلتلكم جسمه رفيع فقلت بقى اثناء الخروج لو فيه خروجة ضرورية او حاجة في الوقت الساعة ده ابقى لبسه البنطلون ده على اي جاكت من فوق كده يمشي معاه علشان كده يبقى شكله لطيف البنطلون ده اصلا سعره تقريبا 75 جنيه وبرده كان معمول عليه عرض هو كان اغلى من كده على قد تقلو بقى وعايز اقولكو تقيل جدا جدا يعني كده الشنطة التانية خلاص خلصت تعالوا بقى اوريكم الحاجات اللي انا اشتريتها برضو الولاد من المرشدي طبعا المرشدي فيه قسم الاطفال اهو ادي الكيسة بتاعتهم الشنطة بتاعتهم اهي برضو الفرع اللي هو المرشدي الفرع اللي هو في 6 اكتوبر انا جبت من الفرع اللي هناك عايز اقولكو عجبني هناك الجاكت ده الايسل جدا جدا لونه موضة المستر ده واللون الاصفر الفائع ده وتموضة كمان الفرو اللي عليه من بره دوت مع الترتر الملون دوت موضة جدا استنادي شكله حلو وشيك جدا في التلبيس طبعا ممكن يتلبس كابلته كابلته طويل كده لان ايسل برضو سفروتة صغيرة لسه ممكن يتلبس كابلته وممكن الحزمة اللي في النص دي بتتشدد يقوم يتقلك فستان يعني بقدرة قادر يتلبس عليه بقدر طويل ويبقى فستان فستان شتوي شكله حلو جدا خامته حلو قوي ليه برضو طبقة داخلية طبقة زي برضو ايه فرو كده من جوة والطبقة الخارجية تقريبا جبردين زي ما انتوا شايفين كده حلوة برضو جدا ومريحة في اللبس مش موقفة كده زي الحاجات البف اللي انتوا عارفينها المنفوخة دي لا ده مريح جدا في اللبس لانه لازم يكرهوا الحاجات البف دي لانه بتبقى عاملهم زي الانسان الالي كده بيبقوا ماشي مش عارفين يتحركوا ده طبعا كان معمول عليه خصم من 337 بقى 269 جنيه تمام فانا جبته لها اللون دوت كان فيه منه فيروزي بقى وفيه منه اسود وفيه منه الوان كتير بس تعجبني اللون ده اكتر جبت كمان لمحمد من هناك برضو التيشرت ده برضو كان عليهم عروض في المرشدي التيشرت الواحد بخمسة وخمسين جنيه لا يا ربي او تقريبا بخمسة وخمسين جنيه او بستين جنيه حاجة كده بس عايز اقول لكم برضو خامته حلوة جدا اا مش تقيل قوي على فكرة مش تقيل قوي بس خامته حلوة رغم ان هي خفيفة الا انها يعني تعيش خامة حلوة نظيفة وعايز اقول لكم ان الزرار ده ملزوق فهو وقع في الشنطة وانا هركبه يعني اا وشكله لطيف برضو يعني شكله بني كده مع اللون البتاع دوت الكشمير اللي طلع جديد ده جميل جدا بصوا بقى العباية دي دي عباية كده بيتي ده خلص كده حاجة الولاد خلصت هوريكم بقى حاجتي انا اا بصوا دي العباية ديت كده شكلها حلو جدا انا جايبها عباية بيتي طبعا مش خروج العباية القطيفة دي اا الخامة بتاعتها او القماشة بتاعتها اللي هي الحفر دي عارفينها اا عليها كده من على السدر اا الورود اللي انتوا شايفينها دي وكمان على الدل بتاعها فيه نفس الوردتين اللي فوق ومسحوبة بخط كده شكلها حلو جدا وعلى فكرة برضو موضة السنة دي مش موضة قديمة اا طبعا الراجل اللي بعهلنا انا اشتريتها دي من مدان الحصري من الناس اللي قعدة على الارض من مدان الحصري اا ديت كده كان بيقول لنا بمية وخمسين جنيه اخدتها منه بمية وثلاثين جنيه معرفش بقى ما تحوك علي ولا لأ بس هو انا قدرت افاصل لغاية كده بس يعني مرضيش يفاصل معايا اكتر من كده عايز اقول لكم برضو خمتها حلوة جدا طويلة طبعا كنتم كشكشها كده عشان اوريكو شكلها يعني اما الوسط بتاعها بيبقى ملموم بتبقى قلطف كتير اا نسيت كمان اوريكو اخر حاجة من المرشدي بقى ايه اا اشتريت شوزة كده من هناك اا اا مش عارفة هي عجبتني رغم ان هي فيه ناس ممكن تقول لأ مش تنفى احنا هنبقى في شتا عشان هي ينفتحة الا اني ما يفرقش معايا قوي شتا من صيف عادي ممكن البس حاجات مقفولة ممكن البس حاجات مفتوحة في الشتا ما بيفرقش معايا خالص ما ببقاش يعني مش للدرجات 이제 عادي ممكن البس حاجات مفتوحة كده يعني فيها اخران بسيطة كده في الشتا انا اشتريتها ومش عارفة بقى لها للصف الجاي بصراحة ولا آآ هستخدمها آآ هي كانت سعرها آآ تقريبا مية وتمانين جنيه آآ متين جنيه حاجة زي كده انا برضو مش فاكرة لان الفاتورة بتاعت آآ الشوزة دي وقعت آآ مش مش لقياها يعني فهي كانت في الحدود دي مية وتمانين متين حاجة زي كده بس عايز اقولكو برضو خامتها حلوة جدا مريحة جدا في اللبس ما بتعورش لان في خامات كده بتلبسيها تقوم مع وراكي ومجلطالك رجلك لأ ما شاء الله يعني انا جربتها ولبستها مش بتعور خالص وجميلة جدا تعالوا بقى قبل ما نشوف حاجة كركوشة دي بصوا أنا اشتريت دول كده عادي من السوق اللي هي البندانات السوري اللي طالعة جديدة آآ 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 staff آآ 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 في الشارع كرداسة في الشارع السياحي الشارع السياحي في كرداسة علشان خاطر دوت يعني عادي مالكوش دعوة بخالص الكرة اللي عادت دي ولدي بيلعبه بالكرة انا اصلا عادي بوريكو الهدوم دي على الارض المهم يعني جبت كده الدرس دوت من هناك هي درس ممكن الناس تحسبوا عباية بس هو درس يعني عايز اقول لكم تفاصيله حلوة جدا الحاجات بقى اللي على الكتف والحاجات اللي على الصدر والزرائر دي وعلى الكم من قدام هو نازل بوسع جامد كده من تحت بوس بحزام انا هوريكو الحزام بتاعه دلوقتي لونه اسود بصوا تفاصيله شيد جدا عامل زي البلطهات بس هو في نفس الوقت كده درس شكله تحفة ولونه كمان انا بصوا عايز اقول لكم بحب الالوانات الجديدة رغم اني بكره الفوائع جدا الا انه على فكرة مش فائع زي ما هو ظهر لكم هو لونه اهدى من كده بس هي الكاميرا مفقعة اللون قوي بصوا بيتلبس عليه الحزام ده كده شايفين بقى شكله في اللبس بيبقى حلو جدا بيتلبس عليه الحزام ده بقى طبعا ويضايق على مقاس الوسط وطبعا تحتيه كده هافووت لونه اسود مع طرحة بقى واغدى اللونين مع بعض عشان تبقى يعني مشجرة بيبقى شكله تحفة جدا جدا وطبع الوسع بتاعه من تحت بيعني بيبقى عامل زي شكل فستان كده ايه فستان الاميرات كده نازل بوسع جامد والوسط بيبقى محكوم بالحزام بيبقى شكله تحفة طيب جبت الدريس ده من كاركوشة دوت محل اسمه كاركوشة بـ 190 جنيه وقال لنا بـ 230 وصلنا لـ 190 جنيه ومرضيش نزل حاجة تاني يعني وخامته شموه جبت كمان العباية دي من محل هناك برضو استنوا اما شوف اسمه ايه اسم المحل هدير للملابس للعبايات الشرقي والخليجي هدير اسم المحل هدير برضو المحل يعني انا جايبة العبايات كلها من الشارع السياحي في كرداسة الشارع السياحي في كرداسة عايز اقول لكم تفاصيل العباية دي العباية دي قطيفة تفاصيلها حلوة جدا واخدى كده الشكل البدوي على العارفين انتو الحاجات اللي هي السناوية على البدوي بس هو اصلا يعني مش نفس الشكل بالضبط بس الاشكال الهندسية اللي هما بيحبوها دي معمولة كده بتطريص خفيف كده وعلى استدر كده بتاع دي تسرى اللون كده لونها لموني كده شكلها حلوة جدا وتفاصيلها حلوة قوي عايز اقول لكم برضو كان قاية المتين جنيه وصلتها المية وستين جنيه بالعافية مية وستين جنيه مارضيش ينزل عن كده عايز اقول لكم بقى ان الحاجة في الشارع السياحي هناك ارخص من الاونلاين كتير ما بحبش اقطع ارزاق يعني بس هي بجد ارخص يعني فاللي حابب بيوفر فلوص المصاريف المواصلات والروحة والجاية يطلب اونلاين طبعا بس اللي قريب من هناك زي كده بيروح بيوفر برضو على نفسه مبلغ محترم يعني بصوا بقى الحاجات دي جبتها من محل اسمه اساور انا بقول لكم اسماء المحلات والاكياس طبعا في اول الفيديو لو هتاخدوا بيها سكرين عشان تعرفوا اسماء المحلات اللي انا جبت منها جبت كده زي ما انتم شايفين العباية دي ومعها الحزان بتاعها عايز اقول لكم دريست برضو مش عباية قوي هو دريست شكله حلو جدا السوستة بتاعته جاية على جنب كده مش جاية في النص بالزبط على فكرة جاية على جنب الحزان بتاعه بيتربط بيبقى شكله رائع شك جدا 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 باللبس على الكم بتاعه فيه فروة كده زي ما انتم شايفين عند الرقبة ما فيش اي شغل خالص هي الرقبة كده يعني ما لهاش اي اسمها اي دي اللياءة ولا بتاع ولا اي حاجة كده لا هي على الرقبة على طول كده ومن الرقبة على السوستة كده يعني شكل الجيوب كمان لصيف جدا دي من محل اساور زي ما اتفقنا العباية دي كمان من محل برضو اساور اهو عايز اقول لكم برضو عباية ودريست في نفس الوقت يعني انت لو ما ربطيش الحزان تستخدميها عباية اول ما تربطي الحزان بتاعها من على الوسط خلاص هي بقى الدريست معاكي شيك اوي اوي في اللبس هي العباية دي فيها كده اللي في النص ده ووتربروف الووتربروف دوت فيه سوستة في النص الووتربروف دوت كمان متبطن من جوه عايز اقول لكم تبطينة عالية جدا عايز اقول لكم العباية دي غالية شوية بس يعني على قد شاكتها وعلى قد يعني اناقطها في اللبس فضيعة على الرقبة بتاعتها كده فيه فرو برضو العباية دي كانت محلة اساور ب300 جنيه والعباية اللي قبلها اللي هي المصطر ده فاتح دي اللي هي بسوستة على الجنب كانت ب200 جنيه دي ب300 والتانية ب200 جنيه اللي اتنين شمواء والعباية اللي انا جايبها التلاتة شمواء مع ده القطيفة اللي هي السودة والقطيفة بتاعت البيت بس لكن التلاتة اللي انتوا شايفينهم هناك دول شمواء وعايز اقول لكم دريستات حلوة قوي وشيك جدا جدا في اللبس لو حابين انتوا تجيبوا حاجات كده شيك وموضة حديثة ممكن تروحوا الشارع السياحي هناك هيقابلكوا حاجات كتيرة جدا حلوة ده كان فيديو النهاردة بالاسعار بالاماكن بالمحلات بكل حاجة لو عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة وهستنى تعليقاتكم الحلوة تقولي ايه رأيكم في فيديو النهاردة وان كنت افدتكم فيه او لا واخر حاجة اقولها لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم